وربنا سبحانه وتعالى لما بيحب بيكرم حد بيكرمه من واسع ومهما كانت الظروف يعني بنو تلطيفة ظريفة اسمها حنين تغيين بالك بردو البنات في مصر ما شاء الله عليهم جن مصور وعندوهم إرادة وصبر وجلد واخدين قرارات اه والله شفتوا كده قصة مننا طب تعالى حكي لك قصة حنين منك كفر الشيخ حنين بقى حنين بنتنا السغانطوطة تعبد حبتين تلاتة تعبد تلتاشر مرة بتلتاشر عملية جراحية تيجي حنين يختي عليها نبي جميل تيجي حنين ربنا يديها الصحة ويقومها ويتم شفاها قادر يا كريم لا تتوقف عن المذاكرة مع حنين برضو في الاعدادية ما توقفتش عن المذاكرة خالص ده هي بتذاكر تخش تعمل عمليات غبت فوق تكمل مذاكرة زي ما حضراتكم شايفين وهي في السرير جوه المستشفى هي بس تفتح حنيها تقعد تذاكر تعمل ايه حنين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تسعة وتسعين وثلاثة من عشرة في الشهادة الاعدادية بالمنوفية ما شاء الله ما شاء الله لديها حلمين سغانططين كده كده هو هم كبار بالنسبة الحنين وسغانططين عند مصر حاجة بسيطة هي عايزة علاج على نفقة الدولة الدنيا بقت صعبة على الكل وعاوزة تدخل مدرسة المتفوقين عشان تعرف تحقق حلمها في انها تجيب مجموعة كبير جدا في السنوية العامة وتخش الكلية اللي نفسها فيها وانا حابب ان احنا نسمع صوت حنين على التليفون نقول لها ألف مبروك ونتطمن عليها ازاك حنين ازاك حضرتك عاملة ايه حضرتك الحمد لله الحمد لله طمنيني عليك انت عملت 13 عملية دول بتوع ايه حبيبتي انا عملت 13 عملية دول في العمود الفقري لتصحيح اعوجاجه لتصحيح اعوجاجه طيب والأخبار ايه دلوقتي قوليلي الحمد لله المستشفى والدكاترة ما اثروش معايا في حاجة بس طبعا التقوص مازال موجود فاحنا محتاجين نكمل محتاجين نكمل ايوة لازم لعملية تاني عشان يعني اللي اجواج ده يصطلح يبقى احسن من الاول لا ان شاء الله تتعمل العملية وتتعمل على نفقة الدولة زي ما انت عايزة وبإذن الله تتم على كل خير ولا تشيل اهم القصة دي خالص دي انا متأكد بإذن الله انها تحصل بس انا لفت نظر يا حنين ان انت يعني ايه ما كبرتش دماغك ما قلتش انها تعبان حبتين انا بعمل عمليات كتير اريح السنة دي لا ده انت ذكرتي 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 ومشاء الله تسعة وتسعين وتلاتة من عشرة حنين انا والله الحمد لله كان يعني عندي عزيمة وقراضة واسرتي طبعا كانت مصدر دعم ليا واتحديت كل الظروف والصعوبات وطبعا تفوقت وما خلتش مرة دي يعقق ليه في دراستي طيب دي حاجة جميلة وكنت بقى يعني تطلعي من العملية هب تفوقت وعودت زاكري كده على طول ايوة كنت باخد كتب في المستشفى وبذاكر على طول يعني ما كنتش بسيب مذاكرة لي وكنت بذاكر في المستشفى بعد ما عمل العملية على طول ما شاء الله عليك انت منين في المنوفية يا حنين انا من مقفر شبرة زنكي مركز البغور اه زنكي خلي بالك زنكي ده دي غالبا فيها اصول كردية دي يا حنين هبقى احكي لك الحال اصلا غوي تاريخ هبقى احكي لك عليها حدوتة بعدين ايوة قوليلي بقى انت ان شاء الله انت في مدرسة ايه انا كنت في مدرسة الشهيدة احمد كمال مسعود مدرسة حكومية حكومة وعايزة تعملي ايه عايزة تروحي مدرسة ايه عايزة اخش مدرسة في تم جنبينا في سرسل ليان عشان طبعا يعني الظروف الصحية ما تسمحش لو ما كان المدرسة جيب عيد مش هيسمح ان انا سافر عشان يعني مرضي وكده بإذن الله بإذن الله ربنا هكتب لك الخير انت عايزة تخش كلية ايه حنين انا ان شاء الله عايزة تخش كلية الطب في تخص عمود فقري عشان نفسي ان انا عالج اطفال وما يعانوش اللي انا عانيته لان طبعا يعني المعاناة صعبة وربنا يشفى كل مريض بإذن الله بإذن الله كلية الطب وتتخصصي جراحات عمود فقري وتعالجي الولاد والبنات الزغيرين ان شاء الله يا رب قدها وقدود يا حنين وانا عارف انك ان شاء الله هتجيب المجموع بتاع كلية الطب تلت ومتلت وتتخرجي منها معيدة بإذن الله وتطلعي احسن دكتورة نفسك في ايه حنين قوليلي انا نفسي في كذا وكذا وكذا قلتيلي على المدرسة ايه كمان انا حضرتك من خلال برنامزكو احب نشط فخامة الرئيس عبدالفتاح السيفي انه طبعا يتبنى حالتي صحيا وتعليمية واحب نشط وزير الصحة انه يعملني العملية وان اتعالج وابقى كويسة وابقى زي زميلي هتبقي زي زميلك واجمد واقوى وتلعب رياضة كمان يا رب بإذن الله طبعا احب نشط وزير التربية والتعليم ان انا حلمي ان التحق بمدرسة السمة عندنا في سرس الليانة عشان جنبنا وعشان ظروف الصحية لو المكان المدرسة اجيه بعيد مش هينفع ان انا سافر بإذن الله برضو يتعمل بكل اللي بتحلمي بي هتحقق حلم ان شاء الله لا هتحققي كل احلامك بإذن ربنا سبحانه وتعالى ويا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يكون الرئيس بيشوفنا دلوقتي يا رب تعالى فهو عنده اجتماعات من الصبح بادري بس يعني اكيد اكيد انا دايما اقول انه الرئيس عنده دايما وقت وعنده دايما قدرة بيسمع فيها كل المصريين الصغيرين قبل الكبار البنات الصغانطاتين اللي زيك كده قبل كمان الكبار اللي عوجيز اللي قدي كده وبإذن الله بإذن الله يسمع ده وبإذن الله ده يوصله وبإذن الله يعمل لك كل اللي نفسك فيه حنين ان شاء الله والعلاج على نفقة الدولة ده بإذن الله برضو بإذن الله سبحانه وتعالى يعني يا رب بإذن الله سبحانه وتعالى يتم يا حنين حنين انا فرحم بيكي وبقولك ألف مبروك وكل حاجة بإذن الله هتتحل وهتتحقق وهتحقق حلمك طول ما انت بتمتلكي كل الإرادة دي يا رب يا رب عايز اي حاجة تاني؟ لا أنا نفسي إن شاء الله بس إن أنا بقى كويسة وارجع زي زمالي وعيش طفولتي يعني لا ده هتعيشي أحلى طفولة بإذن الله ولا تقلقي نتمنى يعني للمسؤولين يستجيبوا لرسالتي ويحقق قولي إن أنا نفسي فيه يستجيبوا يا ستة حمين يا سلام إحنا عندنا أغلى منك يا حنين ربنا يخليك ربنا يبرد حق ما عندناش أغلى منك ما عندناش أغلى منك يا ربنا يخليك ويديلك الصحة ويتم شفاكي وتتحقق لك كل طلباتك بإذن ربنا سبحانه وتعالى بنتنا الطالبة حنين عادل حدوتها رائعة رائعة بص حنين في كلامها منطقي عندها منطق الكبار العقلين الرسين النطجين ما بتطلبش أي طلبات غير منطقية أنا عايزة أخش مدرسة المتفوقين أنا عايزة إن شاء الله أعمل عملية على نفقة الدولة عشان فضلي عملية هتبقى كبيرة وصعبة علينا فعايزين العملية تتم على نفقة الدولة وبأسرع وقت ممكن لأن أنا عايزة أعيش طفولتي زي كل الأطفال اللي حوالي عايزة أستمتع بطفولتي زي كل اللي حوالي حقه صح ومتفوق من حقه تدرس في مدرسة حلوة طيب وبعدين نفسها تخش كلية الطب نساعدها هي عليها المذاكرة وإحنا علينا نفكر إزاي نقدر نساعدها ونراها فيا رب تكون ساعة استجابة والريس يشوفنا ويوجه برعاية حنين آمين يا رب ترجمة نانسي قنقر